السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين عزيزي المشاهدات نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد في الزكاة ستكون عدة حلقات نتحدث فيها في الزكاة إن شاء الله وتعالى واليوم سنبدأ في حكم الزكاة وحكمتها وحكم مانعها أولا حكم الزكاة الزكاة فريضة الله على كل مسلم ملك نصابا من مال بشروطه فرضها الله في كتابه بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صدق الله العظيم الآية 103 من سورة التوبة أيضا ذكر الله تعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة الآية 267 قوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وانفقوا من طيبات ما كسبتم ومما خرجنا لكم من الأرض صدق الله العظيم وأيضا قوله تعالى في كتابه الكريم في سورة المزمل في الآية العشرين بسم الله الرحمن الرحيم وقيم الصلاة وات الزكاة صدق الله العظيم وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان والحديث رواه البخاري ورواه مسلم في كتاب الإيمان وأيضا رواه الترمدي وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويأت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله والحديث رواه البخاري ورواه مسلم في كتاب الإيمان وأيضا رواه النسائي وقوله في وصية معاد حين بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب فدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فإن هم أطاعوك فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك فأعلمهم أنهم قد افترض عليهم صدق في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب والحديث رواه البخاري ورواه مسلم في كتاب الإيمان ثانيا حكمة الزكاء من الحكمة في مشروعية الزكاء ما يلي أولا تطهير النفس البشرية من رذيلة البخل والشح والشره والطمع ثانيا مواساة الفقراء وسد حاجات المعوزين والبؤساء والمحرومين ثالثا إقامة المصالح العامة التي تتوقف عليها حياة الأمة وسعادتها رابعا وأخيرا التحديد من تضخم الأموال عند الأغنياء وبأيدي التجار المحترفين كي لا تحصر الأموال في طائفة محدودة أو تكون دولة بين الأغنياء نأتي الآن إلى حكم مانع الزكاة فمن منع الزكاة جاحدا لفريضتها كفر ومن منع بخلا من إقراره بوجوبها أثم وأخذت منه كرها من التعزير وإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله ويؤدي الزكاة وذلك قوله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين صدق الله العظيم كانت الآية الحادية عشر من سورة التوبة وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله والحديث كما ذكرنا رواه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان ورواه أيضا غيرهما كما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها والحديث رواه البخاري في صحيحه وأيضا وافقه الصحابة على ذلك فكان إجماعا منهم هكذا انتهت حلقة اليوم التي كانت تتحدث عن الزكاة في حكم مانعها وحكمتها وتعريفها وعلى أمل أن تكون أفدتكم الحلقة وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى شكرا للم